وكل الخير رجعت لحضراتكو وسريعا للمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء الخير منورني مساء النور اهلا خلينا نبدأ ايه هو الاتحاد ده ولو بجملتين سريعة وبعدين عايزين بقى نحط لشبابنا يعني خريطة كده يتحركوا ازاي اول حاجة اي اتحاد في مصر بيضم تحته مجموعة جمعيات يقيمة مهتمة بنفس النشاط يقيمة في منطقة اقليمية واحدة تمام هو ده معنى الاتحاد الاتحاد بتاعكو بيضم الجمعيات العاملة او المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمام جمعنا الجمعيات وبقى اتحاد بيضم هزي الجمعيات طيب بحيس يبقى دايما المشاكل لما تتوحد والاراء تتوحد ويتم المطالبة بيها مجمعة بيبقى فرص نجاحة افضل بالزبط كده طيب الاتحاد ده له صفحة لو الشباب محتاج يعني الشباب اللي بيدور على فرص عمل واللي هو عنده طموح يقدر يتعامل مع صفحتكو اكيد طمعا اكيد اللي صفحة والناس عارفة واحنا كل يوم بيتعدي علينا الف واحد على اقل تقدير يعني بيدوروا على فرص عمل بيدوروا على فرص عمل او عندهم فكرة مشروع فكرة مشروع طب بتعملوا ايه ايه للي عنده فكرة مشروع طيب خلينا نتكلم في الاول اهم حاجة بتحكم اي مشروع انا رجل اعمال اساسا تمام فاهم حاجة بتحكم اي مشروع في الدنيا كلها هو ان البرودكت المنتج ده له سوق او ملوش سوق او تسويق مش ميزة ان انا احلم ان انا اعمل حاجة انا بحبها مثلا خلاص ملايش سوق ايه ما اعملاش حاجة تمام يبقى اذا النمر واحد تبحثي عن المنتج كيفية تسويقه او المنتج الذي يقول ردي له سوق له سوق تمام مش كده برضو تمام حددتي المنتج اللي ليه سوق فقدامك فكرتين او اتجاهين دلوقتي قدرت تحدد المنتج ده وعرفتي سوقه ازاي انا لو نزلت النهاردة اي محل مكتبة اه هبص على الحاجة اللي جوا دي هلاقيها تسعين في المئة منها مستورد ماشي طبيعي قادي وبتتباع يبقى معنا كده ايه ان في طلب اه مش كده برضو اه دي اول خطوة خلاص فانتي بيجيلك حاجتين يا واحد عارف هو هيعمل ايه يا واحد مش عارف هيعمل ايه امنا بالهومور كده قبل كده وجبنا جملة ما تستورده مصر في الخمس سنينة السابقة اه وتم تحديد سعر الاستيراد وتم تحديد كيفية تصنيعه تمام عن طريق فتن يقدر ياخد اللي على قده يختار بقى اللي هو عايزه اه اللي يقدر يشتغل به وتم عرض هذا المشروع السنة اللي فات على سيد الرئيس واسوان منتدى الشباب ومنتدى الشباب وقمت بالعرض كاملة ان النهاردة هزي الاجزاء يمكن تصنيعها برقم جيد بمعنى ان النهاردة المصنع يتكلف بحدود اتنين مليون جنيه مليون المكان ومليون الانشاءات والارض تمام فاصبح تكلفة المشروع اتنين مليون طيب اي حد يقدر يعمله اه اي حد يقدر يعمله قلنا ان والله مجموعة شباب هيشتركوا مع بعض ويعملوا هذا المشروع تمام واخترنا ايه هي نوعية الشباب لما عملنا سكانينج على المجتمع المصري مسح كده نشوف فين البطالة في مصر لقينا ان البطالة متركزة ما بين الموهلات المتوسطة ثم العليا اه طب يعني ماشية في الاتجاه العكسي عكس العالم كله خلياني اه اه طبعا طب ليه لان بتاع الموهل العليا ده بيستنكف ان هو يشتغل عامل تمام لما يروح يخطب لما يروح يقدم مش عارف ايه قل ووجاها الاجتماعية بتاعتنا احنا تمام فقلنا طب خلاص لو المجموعة دي هي دي اللي اشتركت وعملت مشروع حتى لو نظف مصنعه فهو صاحب مصنعه اه خلاص اه طيب هل لهم صفات اه طبعا لهم صفات يبقى فيهم واحد فني يبقى فيهم واحد محاسب يبقى فيهم واحد تسويق بيزنس يبقى فيهم واحد اي تي كل الكلام ده اه طبعا يبقى فيهم انسة لازم يتاخد بأن الاعتبار عشان طريقة السداد شيء طبيعي طيب حدد دي لك انت هتعمل ايه وقلت لك المكانة بتاعته فين كنا متوقفين الفترة اللي فاتت على فين نقيم هذا المشروع تمام لحد ما الحمد لله اخدنا موافقة الهيئة الاقتصادية في قناة السويس ان احنا نعمل منطقة للصناعات الصغيرة متوسطة في محور كانت السويس ياه اه خلاص اه تم تخصصها اه ودي حتبقى فيها التيسيرات بتاعة المنشآت اللي هي الارض يعني فيها كل حاجة بقى خلاص النقطة التانية وهي المهمة احنا لما عملنا سكان على الدول المختلفة اسكتلندا وإيطاليا والهند اللي هي الدول اللي سبعت اللي سبعت في الخبرة اه لقينا ان الموضوع مش موضوع تمويله بس لا انك عندك مشاكل اخرى قد يتعرض لها هذا الصانع الصغير هاي المشاكل تكفي انه يقفل ويمشي كان الغريب ان اولها الاجراءات اه هو بيعجز الكبير عنده طولز عنده امكانية اه طبعا انه يمشي حاله بصورة وباخرى انما الصغير معرفش اه فقلنا نمرة واحد مفيش حاجة اسمها اجراءات هذا الكلستر او هذا المجمع له اجراء واحد في حتة واحدة تمام واللي جاي يشتغل ده مش مطالب ان ياخد رخصة ولا مطالب انه يروح ياخد كارد مهمش مطالب بحاجة هو مطالب انه يشتغل وينتج مش اللي انا هقول لك ده انت تحس بالاخر انه حلم اه هو كان حلم لان انا بقابل ناس كتير شباب اه بيشتغلوا كلهم حضرتك عارف الفكرة بتاع العربيات وتيسير الاقتراض واخد عربية بالقسط عشان كده المسألة دي مع انه اقتصاد هالك عربية متحركة ده اقتصاد هالك نصي هو قلت حاجة هو طبعا مما لا شك فيه العالم كله اقتصادي كله بدون استثناء قام على الصناعة بدون صناعة انتاج الخدمات تجيب فلوس بس اللي تجيب فلوس مستمرة العقارات تجيب فلوس اه بس مش مستمرة طبعا ايه المستمرة الانتاج الصناعة الصناعة اكملك الفكرة او مش الفكرة ما بقيتش فكرة بقى خلاص هي كانت انا عايزك تقول له بازاي يجولك ازاي يدخلوا المشروع اللي من النوع ده نمرة اتنين الجودة اللي كان بيحصل زمان ان واحد بيبدأ مشروع بيبدأ يشتغل شهر شهرين ثلاثة يبدأ يحصل انهيار في الجودة وهكذا بالزبط طيب هل هو انه جودة بتنهر عنده نتيجة انه هو حشلقه انه ما عرفش فاصبح لزامن موجود ادارة جودة للمجمع للمجمع كله مش ليه هو مش ليه هو انه هو ما يقدرش تتحمل اه طبعا ادارة جودة اه طيب صيانة اصبح موجودة ادارة صيانة يجوا زي عشان يستفيدوا من اللي حضرتك بتقولوا ده يجوا على الاتحاد يكلموك ويعرفوا الناس كلها جلت يعرفوا مكان الاتحاد فين وعرف البروست فين خلاص والاتحاد هو اللي بينسق العملية دي كلها 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 بما فيها زي ما قلت لحضرتك الصيانة والجودة والورقيات وحتى قرد اللي هو هياخده احنا بنقول القرد ده يتاخده ده لأ اه طبعا بيزد على المنتج طبعا قدرته على السداد ما فكر قرد يعني بنكي يعني قدرته على السداد اقول لك حاجة هو قدرته على السداد دي بتيجي منين مش من بيع المنتج يبقى اذا انا ما بدورش على الشخص قد ما يدور على المنتج طبعا المنتج بيتباع يبقى في قدرته على السداد طيب هاتي منتج ما بيتباعش هيعرف يسد؟ لا هو نفسه أينشتاين تعب قوي عشان حد يفهم فكرته يعني أنا شفت فيلم معمول عنه يعني قد إيه كانوا بيسخفوا من فكرته وبيشوفوها حاجة ملهاش أي لازمة معظم عباقرة العالم كان بدايتهم تسخيف للفكرة وفي بعضهم التهمة بالكفر والإلحاد آه طب عادي طب يعني إحنا بنقول لكل الشباب المصري اللي بيبحث عن فرصة عمل وبيقول لك أنا عايز أشتغل بس مش عارف أشتغل إيه وأشتغل فين إحنا كده بنقول لهم على الاتحاد وبنقول لهم على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتنين بيقدموا تيسيرات تساعد هؤلاء الشباب 100% على الحصول على عمل 100% ممكن تحكي لهم خبرتك أنت تجربتك أنت الشخصية آه بشكل مبسط جدا وصغير جدا أنت بدأت وانت كان عندك قد إيه بدأت ببزنس شكله إيه بدأت في مصنع شيك وياف طواه ولا في ورشة بص يقول لك حاجة طبعا يعني هو هيبقى كلام غريب شوية خلاص أنا وده كلام ده واقعي أنا تخرجت من هندسة عن شمس خلاص تعينت المعيد هناك في الجامعة لقيت أن مرتب المعيد ما ينفعش أنها تفتح بيت رحت اشتغلت في شركة اسمها زيروكس مش إعلان ولا حاجة مش إعلان إيه مش متجانة أصلا يعني اتعلمت يعني إيه التغليف بصورة ورقة واخرة بدأت في ورشة مية وعشرين متر وعشان كده المصانع اللي أنا عاملها للشباب النهاردة مية وعشرين متر أنا التجربة اللي عيشتها بطبقها دلوقتي خلاص بدأت في ورشة مية وعشرين متر الكلام ده كان سنة 98 أو 2000 خلاص النهاردة انت بتتكلمي في الورشة دي هي موجودة لحد دلوقتي كأثر اه طبعا خلاص لا لا والشي حلو علينا اكيد والشي حلو علينا احنا المصريين الحاجة اللي بتكون بدايتنا بنحبش ناسبها النهاردة أنا الحمد لله المتحكم في صناعة التعباء والتغليف على مستوى أكبر شركة في العالم بشو مصر خلاص في العالم وعرف أوليها ما شاء الله وعندي منطقة صناعةية في أسيوبيا أسيوبيا اه خلت بالك فاللي عايزة أقولهولك دي البداية اه خلاص اه البداية لو بدأت صح واشتغلت صح سقي تماما الموضوع مش الموضوع ذكاعة لا لا الموضوع موضوع انك بتسبري وتبزلي مجهود وتحاولي تفكري هتوصلي عايزاك بقيلة دقيقة تنبك كتير عايزاك تقول للشباب المصري اللي انت عايز تقولهوله الفكرة اللي اتخدت ان الشباب المصري مش عايز يشتغل وكسول بتاع اطلاقا دي فكرة معرفش مين زراعها في الناس انما الواقع مش كده الواقع انه عايز يشتغل بس عايز حد ايه ياخد بايده ينور له الطريق ياخد بايده ينور له الطريق اعتقد ان الفرصة النهاردة متاحة جدا واللي مش هيعمل حاجة النهاردة السنة دي والسنة الجاية ما يفكرش بقى انه يعمل حاجة بعد كده لان الفرص هتبقى اكثر صعوبة ايوا جدا لانهاردة لان خلاص انت عندك طبور دلوقتي واقف فيه ناس عايز يشتغل بجد اه طبعا دي اللي هتشتغل طب حضرتك قاعد بقى ايه لسه متباطئ متفكر ومش عارفه وكلام من ده خلاص اوقف في الطبور زي ما انت عايز في واحد بيوقف اول الطبور في واحد بيوقف اخر الطبور العبرة منهم ايه مش الواسطة لا مين اللي يصحى الصبح بدري عشان يوقف في الطبور بشكرك شكرا جزيلا بجد كويس جدا العبرة اللي في الاخر دي لانه المسألة مش الواسطة الجدية لا خلاص انتهت قوم بدري وقف الواسطة انتهت بشكرك شكرا جزيلا المهدس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبتمنى ان الشباب المصري يبقى سامح حضرتك كويس وانه العبرة ان انتوا تصحوا بدري تقفوا في الطبور عندكم مكانين قلناهم نقدر نروح ونبحث عن فرصة عمل جدة وحقيقية علشان نقدر نبدأ مشروعنا لو تعاليت انا بقول السنة باش ما انس علاء بيقول سنتين مش هيبقى عندنا فرص تانية كتيرة الى اللقاء